شقراء يمينية توصف بالمتطرفة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة المرتقبة زعيمة حزب إخوة إيطاليا متشددة متعصبة للتحرر كتبت في أحد إصداراتها المعنون بجذور أفكاري كنت هناك في الجنوب الجزائري حيث يقاوم الشعب الصحراوي يعتبر هذا الشعب رمزا مطلقا لفهم منطق سياسة دولية معينة تعلمت من الصحراويين هناك معنى أن تحب أرضك حقا شهادات نقلتها حين زيارتها مخيمة اللاجئين الصحراويين لمرتين دامت إحداها عشرة أيام وشهاداتها كانت اعترافا بالكفاح الشرعي والنبيل الذي يقوده الشعب الصحراوي ضد المحتل المغربي لجورجيا قصة انتماء للقضية الصحراوية بحكم عضويتها منذ سنوات في اللجنة البرلمانية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي لرئيسة وزراء إيطاليا الجديد المرتقبة مقترح قدمته وقادت بشأنه جبهة قوية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية داعية روما للاعتراف الرسمي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كما كان لها شرف تلاوة البيان الختامي لملتق حركات التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي في روما سنة 2013 وبذكرنا لهذه السنة فالتسريبات تكشف مرسلات صادرة عن رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي موجهة لمجلس الشيوخ الإيطالي يستغرب فيها البرلمان المغربي تقديم مجلس الشيوخ الإيطالي ملتمسا للحكومة الإيطالية لدعم والاعتراف بالبوليساريو وهو ما اعتبره برلمان النظام المغربي خطوة لا تراعي عمق العلاقات بين البلدين وتهديدا للمصالح المشتركة تخوف لم يلبث أنزال ليبرز من جديد وبشكل لافت بقرب تبوء صديقة الصحراويين جيورجيا ميلوني مكانة هامة في دواليب الحكم في إيطاليا موسيقى